خلينا نروح لخبر لطيف قوي 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 في بجعة اسمها سعد اللي بتعتبر صاحبة السعادة في كورسعيد البجعة اللي من أكتر يعني من كتر ارتباط الناس بيها بقى لها مكان مخصوص في الطريق وتلاقي الراكب بيتقول من السواق يعني ينزلوا عند البجعة سعد وبقت زي مظار سياحي جميل في كورسعيد الحقيقة يعني سعد اللي بيقول صاحبها انه تعامل مع انواع كتيرة من الحيوانات لكن البجعة دي بالذات يعني هو يعني بحسب كلامه هي حناينة ونظيفة جدا دعا بحسب كلامه وما بتأزيش أي حد احنا يمكن ما تعملناش معها فعشان كده أنا بقول بحسب كلامه لكن بجانب كمان ان هي يعني هي بتحب الاطفال وبتحب ان هي تداعب الزوار وتحمي نفسها ومش بتاكل غير الاسماك الطازة يعني مستحيل ده ايه تدلع بتدلعها جدا البجعة سعد وعايز اقولك كمان ان هي يعني مكانها عادي كده مطلوقة في الشارع مفيش أي مشكلة محدش بيجي جنبها ولا بيأزيها شايف سورتها كمان اهي الناس بتعدي من جنبها ما بتضيقش حد ولا فحالها ولا هي يعني ولا هم بيضيقوها يعني وطبعا القصة دي يعني حبينا نقولكم عليها علشان توضح ان الرفق بالحيوان مهما كان هو ايه مهم جدا وطبعا دي حاجة هتعجب زملتي وصديقتي مهبه ناسي قوي وليلاقي قدامه اي نوع من الحيوان يهتم بيه وهيلاقي فيه حنية مش طبيعية زي طبعا ما شوفنا مع البجع سعد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة